اشتركوا في القناة ولكن اولا اذا انت مش مشترك في القناة بتمنى تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان تصلك الفيديوهات اول باول ايضا بتمنى تعمل لايك للفيديو وشير لاكبر عدد من اصدقائك وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي عشان تستمر القناة وما تتوقف ايضا احنا اضفنا وسيلة جديدة لدعم القناة عشان تستمر القناة في تقديم المحتوى المفيد لالكو وهي الدعم عن طريق موقع الباتريون فاي حدا حابب يدعم القناة بامكانه دعمنا عن طريق موقع الباتريون رابط الموقع حتلاقوه موجود في الوصف اسفل الفيديو ايضا ياريت تتابعونا على جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي روابط كلها بتلاقوها في الوصف ايضا اسفل الفيديو وبتمنى انكم تتطلعوا على الروابط الموجودة في الوصف اسفل الفيديو حتفيتكم كثير وعشان ما نطولش عليكو خلونا نبدأ زي ما احنا شايفين الوحدة او التمارين العامة للوحدة الخامسة السؤال الاول اضع دائرة حول رمز الاجابة الصحيحة فيما يلي اي المعادلات الاتية تكافئ المعادلة سين تربية زائد خمسة سين بيساوي اربعة عشان نجيب المعادلة المكافئة لالها راح نشوف اني من المعادلات هذه بتكافئ هذه المعادلة طيب زي ما احنا ملاحظين عند المعادلات عبارة عن مجموعة عددين مربع يعني زي كأنه هم خلوا هذه المعادلة عبارة عن مربع كامل طيب كيف بقدر اخلي هذه المعادلة عبارة عن مربع كامل مش احنا حكينا انه عشان نخلي المعادلة عبارة عن مربع كامل بدي اضيف نص معامل سين للطرفين صح ولا لا فبالتالي عشان نخلي هذه المعادلة مربع كامل راح نضيف نص الخمسة تربية للطرفين يعني راح نضيف خمسة على اثنين الكل تربية للطرفين للطرف هذا وللطرف التاني خمسة على اثنين الكل تربية عشان نخلي هادي مربع كامل وبالتالي يطلع عند الجواب يا هادا يا ألف يا باب ايش اللي بيختلف بناتهم اللي هو عبارة عن الرقم هذا طيب خمسة على اثنين تربية زائد 14 خمسة على اثنين الكل تربية بيطلع عندي خمسة وعشرين على اربعة زائد اربعة عشر طيب فبالتالي خمسة وعشرين على اربعة زائد اربعة عشر لو جبناها على الالة الحاسبة او احنا حلناها هتطلع عندي بتساوي واحد وتمانين على اربعة يعني الجواب الصحيح راح يكون عبارة عن الف فهيكا انا قدرت اعرف من طريقة اكمال المربع انه الجواب الصحيح عبارة عن الف نيجي الان لاتنين ما عدد الجذور الحقيقية للمعادلة سين تربية ناقص خمسة سين زائد ثمانية عشان نجيب عدد الجذور لازم نجيب المميز اللي هوبي есть با تربية ناقص أربعة الف جيم طيب اللاحظوا انه انا عندي في المعادلة الف بتساوي واحد وبا بتساوي ساليب خمسة وهي عبارة عن معامل سين و جيم بتساوي تمانية اللي هو الثابت فبالتالي باتربيع يعني عبارة عن سالب 5 تربيع اللي هو 25 ناقص 4 في ألف اللي هو عبارة عن 1 في جيم اللي هي عبارة عن 8 25 ناقص 4 في 8 4 ضرب 8 يساوي 32 يعني 25 ناقص 32 يساوي سالب 7 فبالتالي المميز طلي عندي سالب إذن ما فيش عندي أصفار لهذه المعادلة يعني الإجابة هي 0 يعني ما فيش عندي ولا جذر حقيقي لهذه المعادلة طيب نيجي الآن للسؤال الثالث ما جذور المعادلة؟ 2 سين تربية زائد 50 زائد 1 يساوي 0 باللاحظ أنه هو جاي بالجذور بطريقة القانون العام طيب نيجي نشوف القانون العام بيحكي لي سالب با موجب أو سالب الجذر التربيعي لبا تربية ناقص 4000 جيم تقسيم 2000 طيب زي ما إحنا شايفين ألف في المعادلة حتساوي 2 با حتساوي 5 وجيم حتساوي 1 طيب معنى هذا الكلام أنه سالب با يعني سالب 5 موجب أو سالب الجذر التربيعي لبا تربية عندي 17 تقسيم 2 في 2 اللي هو بيطلع عندي أربعة إذن الجواب في هذا الحالة رح يكون هو الجواب جيم يعني إحنا حلينا أو جبنا جذر المعادلة أو جذور المعادلة عن طريق القانون العام طلع عنا الجواب بساوي جيم طيب ما قيمة ميم التي تجعل المقدار سين ناقص ميم في السين تربيع زائد 2 سين زائد أربعة عبارة عن فرق بين مكعبين طبعا إحنا عارفين أنه هذا تحليل فرق بين مكعبين لاحظوا أنه هذا المقدار اللي هو ألف إذا بتتذكروا كنا نربعه هنا وميم كنا نربعه هنا يعني ميم تربيع أساسا بيساوي أربعة إذن ميم حتساوي قديش هناخد الجذر للطرفين إذن ميم حتساوي أتنين طبعا هذا الإشي لازم تكونوا عارفين طريق التحليل الفرق بين مكعبين لأنه هذا المقدار عبارة عن ميم تربيع وهذا المقدار عبارة عن سين ضرب ميم وهذا المقدار عبارة عن المقدار الأول تربيع يعني سين تربيع فبالتالي الإجابة أو ميم رح تطلع قيمتها بتساوي اتنين طيب نيجي الآن لأ الخمسة أو سؤال خمسة ما حلول المعادلة اتنين با تربيع ناقص با ناقص ثلاثة يعني إيش هما حلول المعادلة طبعا لو أنا إجيت حلية المعادلة رح تطلع حلول المعادلة عبارة عن الدال لي عبارة اتنين على ثلاثة وسالب واحد طيب نيجي الآن نشوف كيف بدنا نحل هذه المعادلة طبعا بدي عددين حاصل ضربهم لاحظوا أنه هذه المعادلة إيش فيها موجودة هنا في عنده اتنين فبالتالي بما أنه هنا في عنده اتنين يا إما باستخدم طريقة المقص اللي تعلمناها قبل هيك بحط هنا اتنين با وهانا با وبشوف عددين حاصل ضربهم سالب ثلاثة ومجموعة حاصل ضربهم في المتغيرات أو المتغير با بيساوي سالب واحد أو إيش بنسوي عن طريق القانون العام القانون العام بيحكي لي سالب با موجب أو سالب الجزر التربيعي لبا تربيع ناقص 4000 جيم تقسيم اتنين ألف يعني اتنين ضرب ألف طيب لاحظوا أنه ألف في هذه المعادلة عبارة عن اتنين با بتساوي سالب واحد وجيم بتساوي سالب ثلاثة طيب سالب با يعني سالب سالب واحد يعني عبارة عن واحد موجب أو سالب الجزر التربيعي با تربيع عبارة عن واحد ناقص أربعة في ألف اللي هو عبارة عن اتنين في جيم اللي هي سالب ثلاثة طبعا سالب السالب رح يطلع عندي موجب هذا كله تقسيم 2 ضرب 2 اللي هو بيساوي 4 إذن بيطلع عندي الجذور بتساوي 1 موجب أو سالب الجذر التربيعي لـ 1 زائد 4 في 2 في 3 4 في 2 تمانية 8 ضرب 3 قديش بيطلع عندي 24 زائد 1 بيطلع عندي 25 يعني 8 1 موجب أو سالب جذر الخمسة وعشرين اللي هو بيساوي 5 تقسيم 4 طيب هذا الكلام إيش معناه إنه في عندي إيجابتين إما 1 زائد 5 تقسيم 4 أو 1 ناقص 5 تقسيم 4 1 زائد 5 تقسيم 4 بيطلع عندي 6 على 4 وبيساوي قديش بيساوي 3 على 2 والحل الثاني إنه 1 ناقص 5 على 4 اللي هو بيطلع سالب 4 على 4 ويساوي سالب 1 فهي كيف أكون جبت الجذور للمعادلة أو الحلول تبعت المعادلة فبتطلع 3 على 2 وسالب 1 عن طريق القانون العام نيجي الآن للسؤال الثاني أحل المعادلات الآتية المعادلة الأولى ألف با تربية ناقص 4 با زائد 4 بساوي 16 طيب لو نقلنا 16 على الجهة الثانية حتصير المعادلة با تربية ناقص 4 با ال16 اللي بنقوله على الجهة الثانية حتصير بالسالب سالب 16 زائد 4 بيطلع عندي سالب 12 بيساوي 0 طيب نيجي الآن نحل هذه المعادلة عن طريق التحليل طبعا أنا بقدر أحلها بالتحليل أو عن طريق إكمال المربع أو عن طريق القانون العام طيب بدي عددين حاصل ضربهم سالب 12 ومجموعهم سالب 4 طبعا الستة والاثنين الستة والاثنين حاصل ضربهم عبارة عن سالب 12 ومجموعهم سالب 4 بس نيجي الآن نشوف الإشارات الستة لازم تكون بالسالب والاثنين لازم يكون بالموجة ليش؟ لأنه حيكون مجموعهم سالب 4 إذن حيكون عندي التحليل با ناقص 6 مضروب في با زائد 2 هذا الكلام حيساوي 0 يعني با ناقص 6 حيساوي 0 أو با زائد 2 حيساوي 0 إذن با حتساوي 6 أو با حتساوي سالب 2 فهدولة هم حلول أو جذور المعادلة فبا رح تطلع بتساوي 6 أو با حتساوي سالب 2 طيب نيجي الآن لبا صعد تربية ناقص 12 صعد زائد 36 بيساوي 5 نفس الإشي بدنا نحاول ندخل الخمسة هنا فبيطلع عندي أو بتطلع عندي المعادلة صعد تربية ناقص 12 صعد زائد 31 إيش حيساوي حيساوي 0 طيب أسهل طريقة لهذه المعادلة إن هنحلها بالقانون العام لأن الـ 31 عبارة عن عدد أولي فبالتالي ما بقدر أجيب أو ما إلو حاصل ضرب عددين فبالتالي ما بقدر أشوف عددين حاصل ضربهم 31 ومجموعهم 12 فإذن نيجي نحلها بالقانون العام القانون العامي بيحكي لي طبعا لازم نجيب ألف اللي هي بتساوي 1 وبا بتساوي سالب 12 وجيم بتساوي 31 قانون العام بيحكي لي سالب با يعني 12 موجب أو سالب الجزر التربيعي لبا تربية اللي هو عبارة عن سالب 12 تربية اللي هو 144 ناقص 4 في ألف اللي هي 1 في جيم اللي هي 31 كله تقسيم 2 ضرب ألف اللي هي عبارة عن 1 فبالتالي رح يطلع عندي جزر 144 ناقص 4 في 31 يعني جزر 144 ناقص 4 في 31 قدش بيطلع عندي 4 في 30 بيطلع عندي 120 4 في 31 بيطلع عندي 124 يعني بالتالي بيطلع عندي جزر العشرين فبالتالي هذا الكلام بيؤدي إلى أنه الحل بيساوي 12 موجب أو سالب جزر العشرين تقسيم 2 هذا هو هذا هو الحل اللي موجود عندي فبالتالي مرة رح ناخد الحل بالموجب ومرة بالسالب ورح يطلع عندي الحل فهيك أنا بكون حلة المعادلة با عن طريق القانون العام طيب نيجي الآن للمعادلة الأخيرة اللي هي عبارة عن سين زائد ثلاثة سين زائد ثلاثة مضروبة في سين زائد ناقص أربعة هذا الكلام كله رح يساوي عشرة طيب عشان نجيب هذه المعادلة إيش بتساوي رح نضرب سين زائد ثلاثة في سين ناقص أربعة يعني نحن نضرب السين في كل القوس والثلاثة في كل القوس سين في سين بيطلع عندي سين تربية زائد سين في سالب أربعة بيطلع عندي سالب أربعة سين زائد ثلاثة ضرب سين بيطلع عندي ثلاثة سين ثلاثة في سالب أربعة بيطلع عندي سالب إطنعش والعشرة حنخليها على الجهة التانية زي ما هي لي عشرة طيب نيجي الآن نجمع حيطلع عندي سين تربيع سالب أربعة سين زائد ثلاثة سين بيطلع عندي ناقص سين طيب نيجي ننقل العشرة على الجهة هذه سالب اطنعش وصار عندي سالب عشرة بيطلع عندي سالب اثنين وعشرين هذا الكلام كله حيساوي سفر طيب نيجي الآن إما بحلل المعادلة طبعا أنا مش عارف إذا هي بتتحلل ولا لا أو أسهل طريقة أنا بشوف أنه نستخدمها هي القانون العام ألف بيساوي واحد با بيساوي سالب واحد وجيم بتساوي سالب اثنين وعشرين بما أنه هذه المعادلة على الصيغة العامة قانون العام بيحكي لسالب با يعني السالب سالب واحد يعني موجب واحد موجب أو سالب الجزر التربيعي لبا تربيع اللي هو واحد ناقص أربعة في ألف اللي هي واحد في جيم اللي هي سالب اثنين وعشرين طبعا سالب مع سالب رح يصير عندي موجب هذا كله تقسيم إيش تقسيم اثنين ألف يعني تقسيم اثنين طيب نيجي الآن للجزر واحد زائد أربعة ضرق اثنين وعشرين قداش بيطلع عندي تسعة وتمانين طبعا جزر تسعة وتمانين ما إلو عدد صحيح فبالتالي اللي رح يطلع عندي أو الحل رح يطلع عندي واحد موجب أو سالب جزر التسعة وتمانين تقسيم اثنين هدول هما حلول المعادلة طبعا مرة رح يكون عندي بالسالب ومرة رح يكون بالموجب فبالتالي هذه هي حلول المعادلة بيقول لي في سؤال ثلاثة إذا كان العدد اثنين أحد جذري المعادلة سين تربية ناقص خمسة سين زائد نون بساوي سفر أجد قيمة الثابت نون يعني بده قيمة نون اللي هي عبارة عن عدد ثابت ثم أجد الجذر الثاني طيب عشان نجيب قيمة نون قال لي أنه العدد اثنين أحد جذري المعادلة يعني لما نعوض عن سين في اثنين المفروض أنه المعادلة كلها تساوي سفر يعني لما نقول اثنين تربية عوضنا عن سين في اثنين ناقص خمسة ضرب اثنين زائد نون اللي هو عبارة عن عدد ثابت هذا الكلام رح يساوي سفر ليش؟ لأنه اثنين من حلول المعادلة أو من جذور المعادلة لما نعوض عنه أو عن سين عنه أو فيه رح يديه ناقل اللي هو بيساوي سفر طيب اثنين تربية يعني أربعة ناقص عشرة زائد نون حيساوي إيش؟ حيساوي سفر إذن نون قدش بتطلع عندي لو نقلنا العشرة السالب عشرة على الجهة الثانية مع الأربعة أربعة ناقص عشرة بيطلع عندي سالب ستة لما نقوله مع الجهة الثانية بيصير نون بتساوي ستة يعني المعادلة أساسا إيش بتساوي سين تربية ناقص خمسة سين زائد ستة بيساوي سفر طيب قلق أنه بدي الجذر الثاني يعني الجذر الأول بيساوي اثنين بده الجذر الثاني طبعا أنا بقدر أحلل هذه المعادلة وتحليلها سفء سهل جدا بدي عددين حاصل ضربهم موجة بستة ومجموعهم سالب خمسة اللي هما السالب تنين والسالب تلاتة هدول هما العددين اللي حاصل ضربهم موجة بستة ومجموعهم سالب خمسة إذن سين ناقص اثنين وسين ناقص تلاتة بيساوي سفر إذن إما سين حتساوي اثنين أو سين حتساوي ثلاثة يعني الجذر الثاني للمعادلة عبارة عن ثلاثة لأنه الاثنين الدانية في السؤال نيجي الآن لسؤال أربع انطلقت سيارتان من مفترق طرق في الوقت نفسه حيث توجهت إحداهما نحو الشمال فيما توجهت الأخرى نحو الغرب يعني وحدة راحت نحو الغرب ووحدة راحت نحو الشمال فإذا قطعت السيارة المتجهة نحو الشمال مسافة 20 متر زيادة عن المسافة التي قطعتها السيارة المتوجهة نحو الغرب يعني لو فرضنا أن السيارة المتوجهة نحو الغرب قطعت مسافة سين المتوجهة نحو الشمال قطعت أكتر منها ب20 متر يعني سين زائد 20 صح ولا لا طيب زيادة عن المسافة التي قطعتها السيارة المتوجهة نحو الغرب أجد المسافة التي قطعتها كل من السيارتين منذ انطلاقهما من المفترق عندما تكون المسافة بين السيارتين 100 متر يعني لما تكون المسافة طبعا السيارة هذه وصلت لهان والسيارة هذه وصلت لهان لما تكون المسافة بناتهم 100 متر قديش المسافة اللي قطعوها السيارتين يعني قديش سين وقديش سين زائد 20 طبعا زي ما احنا عارفين انه هذه اتجهت الى الشمال وهذه اتجهت الى الغرب يعني اتجاهين متعامدين يعني الزاوية هان قائمة يعني بقدر أطبق قانون فيثاغوس على هذه المعادلة أو على هذا المثلل اذا سين زائد 20 الكل تربية زائد سين تربية حيساوي الوطر مربع اللي هو بيساوي 100 متر تربية فزي ما حكينا طبقنا قانون فيثاغوس على المعادلة مربع بالعي القائمة بيساوي مربع الوطر طيب سين زائد 20 تربية كيف بدنا نفك ها هذه سين زائد سين زائد 20 تربية رح نفك هدول كيف رح نفك هم سين زائد 20 لكل تربية ساوي 400 فهيك انا فكيت المربع اللي موجود عندها طيب هذا الكلام كله زائد سين تربيع حيساوي ايش 100 تربيع اللي هو عبارة عن عشر تلاف اربع صفار طيب هذا الكلام عشان نرتب الكلام تبعنا تبعت المعادلة هذا الكلام بيطلع عندي اثنين سين تربيع سين تربيع زائد سين تربية بيطلع اتنين سين تربية. زائد اربعين سين. اه عندي عشر تلاف هنا. وفي عندي هنا اربعمية. فلو نقلنا العشر تلاف على الجهة التانية. هتكون بالسالب. سالب عشر تلاف زائد اربعمية. بيطلع عندي سالب تسعة تلاف وستمية. هذا الكلام كله حيساوي سفر. يعني فقط اللي سويته اني انا رتبت الحدود وجمعت الحدود للمتشابهة. سين تربية زائد سين تربية بيطلع عندي اتنين سين تربية. اربعين سين زي ما هي. الاربعمية مع العشر تلاف لما نقل عشر تلاف على الجهة التانية هتسير سالب عشر تلاف زائد اربعمية بيطلع سالب تسعة تلاف وستمية. طيب انا بدي اجيب قيمة سين. يعني اجيب اللي هو احل المعادلة هو اجيب قيمة سين عشان اعرف قديش سين وسين زائد عشرين. طيب لاحظوا انه المعادلة هادي طبعا بقدر احلها القانون العام. ولكن انا بقدر ايضا عشان اتخلص من معامل سين تربية اني اجسم المعادلة كلها تقسيم اتنين. فبيطلع عندي سين تربية زائد عشرين سين ناقص اربع تلاف وتمانمية. هذا الكلام كله حيساوي سفر. طيب الان بقدر احل المعادلة عن طريق القانون العام. عندي الف بتساوي واحد وبا بتساوي عشرين. وجيم بتساوي سالب اربعة تلاف وتمانمية. طيب سالب با يعني سالب عشرين. موجب او سالب. الجزر التربيعي لبا تربية. له عشرين تربية. له عبارة عن اربعمية. ناقص اربعة الف جيم. اربعة في الف اللي هو عبارة عن واحد. في سالب اربعة تلاف وتمانمية. طبعا سالب السالب بيديني موجب. هذا كلام كله تقسيم اتنين الف. يعني تقسيم اتنين. لانه الف عبارة عن واحد. طيب هذا عن طريق القانون العام. فهذا الاشي ايش رح يقدي? رح يقدي انه بيساوي سالب عشرين موجب او سالب. ونشوف قديش قيمة الجذر رح تساوي. طبعا اربعمية زائد. اربعة ضرب اربعة تلاف وتمانمية. لو حلناها على الالة الحاسبة رح تطلع عندي تسعة عشر الف وستمية. طيب جزر التسعة عشر الف وستمية ايش بيساوي? بيساوي مية واربعين. يعني جزر تسعة عشر الف وستمية بيساوي عندي مية واربعين. يعني الجوابين رح يطلعوا. سالب عشرين موجب او سالب مية واربعين. تقسيم ايش? تقسيم اتنين. يعني رح يطلع عندي لا المعادلة حلين. اول حل هو سالب عشرين. ناقص مية واربعين تقسيم اتنين. سالب عشرين ناقص مية واربعين بيساوي سالب مية وستين. تقسيم اتنين رح يطلع عندي بيساوي سالب تمانين. ايش نيجي الان للحل التاني. لما ناخد اشارة الموجب سالب عشرين زائد مية واربعين على اتنين. فبالتالي هذا الكلام رح يطلع عندي بيساوي مية وعشرين على اتنين ويساوي ستين متر. اذا هذا هو الحل المقبول. فاذا رح تطلع المسافة سين بتساوي ستين متر. اذا سين حتساوي اما سالب تمانين او سين حتساوي ستين. طبعا رفضنا السالب تمانين لانه مش ممكن المسافة تكون بالسالب. بينما الستين مقبولة. اذا رح يطلع عندي الطول سين عبارة عن ستين. وسين زائد عشرين اللي هو الطول اللي مشيته السيارة باتجاه الشمال عبارة عن تمانين. فبالتالي هيك انا اقدرت اعرف الطول الاول والطول الثاني. نيجي الان للسؤال الخامس. السؤال الخامس بيحكي ليه? احلل المقادير الاتية الى عواملها الاولية. واحد على مية وخمسة وعشرين الف تكعيب. ناقص سبعة وعشرين على اربعة وستين صاد تكعيب. طبعا زي ما احنا عارفين انه هذا عبارة عن مكعب كامل. يعني عدد مكعب. وهذا عبارة عن عدد مكعب. لانه الواحد على مية وخمسة وعشرين بتساوي الف تكعيب بتساوي واحد على خمسة الف الكل تكعيب. صح ولا لا? لانه واحد على خمسة الف الكل تكعيب. لما ندخل التكعيب للجوز كله. الالف هتصير مكعبة. والواحد تكعيب اللي بتطلع واحد. والخمسة تكعيب بتطلع مية وخمسة وعشرين. ناقص سبعة وعشرين على اربعة وستين صاد تكعيب. هي نفسها تلاتة على اربعة صاد الكل تكعيب. فانا كتبتها على هذه الصورة. يعني جبت الجزر التكعيبي للطرفين. عشان اعرف كل واحد ايش هي الف واش هي با. عشان نقدر نحلل الفرق ما بين المكعبين. طيب الفرق بين المكعبين بيحكي لي ايش بيساوي. طبعا هذا المطلوب الف. بيساوي الف اللي هي عبارة عن واحد على خمسة الف. ناقص با. اللي هي عبارة عن تلاتة على اربعة صاد. طبعا هذا عبارة عن الف اللي موجود في الجوز هذا وهذا عبارة عن با. نفتح جوز. الف تربية. اللي هي واحد على خمسة الف الكل تربية. اللي هي بتساوي واحد على خمسة وعشرين الف تربية. زائد ألف ضرب با واحد على خمسة ضرب ثلاثة على أربعة ألف ضرب صاد زي ما إحنا شايفين فإيش رح يطلع عندي واحد على خمسة ضرب ثلاثة على أربعة بيطلع عندي ثلاثة على عشرين ألف صاد زائد الطرف الثاني تربية اللي هو عبارة عن ثلاثة على أربعة صاد الكل تربية فرح يطلع عندي تسعة على ستعش صاد تربية لأنه الثلاثة تربية بيطلع عندي تسعة أربعة تربية ستة عشر وصاد تربية عبارة عن صاد تربية فهيكا أنا بأكون حللت المقدارين زي ما إحنا شايفين اللي هو فرق ما بين مكعبين طيب نيجي الآن للمطلوب باب لاحظوا أنه عندي أربعين سين تكعيب زائد خمسة صاد تكعيب طيب لاحظوا عندي أنه في هذه الحالة هدولا مش عبارة عن مجموعة مكعبين بس بقدر أخذ الخمسة عامل مشترك فبالتالي بناخد الخمسة عامل مشترك وبنجسم على خمسة أربعين تقسيم خمسة بطلع عندي تمانية سين تكعيب زائد صاد تكعيب لاحظوا الآن صار عندي مجموعة مكعبين لأنه الثمانية سين تكعيب عبارة عن اتنين سين الكل تكعيب والصاد تكعيب هي عبارة عن صاد الكل تكعيب إذن صار عندي مجموعة مكعبين بنقدر نحللهم ألف اللي عبارة عن اتنين سين زائد با اللي عبارة عن صاد ألف تربيع اللي عبارة عن أربع سين تربيع ناقص ألف ضرب با اللي عبارة عن اتنين سين صاد زائد صاد تربيع زي ما احنا بنعرف في التحليل فهذا هو تحليل مجموعة للمكعبين طبعا هذا الكلام كله لازم يكون مضروب ضرب خمسة خمسة ضرب هذا الكلام لأنه الخمسة موجودة كعامل مشترك مش لازم ننساها طيب نيجي الآن لجيم جيم بيحكي لي أربعة وخمسين سين أس أربعة ماقص اتنين سين لاحظوا انه هنا في عندي سين أس أربعة زي ما احنا شايفين طيب كيف بدنا نحلل هذا المقدار لعوامله الأولية طبعا ما عندي غير حل واحد عشان نخلي هادي سين أس تلاتة لازم نقسم على اتنين سين إذن بناخد اتنين سين عامل مشترك أربعة وخمسين سين أس أربعة تقسيم اتنين سين أربعة وخمسين تقسيم اتنين قداش بيطلع عندي أربعة وخمسين تقسيم اتنين بيطلع عندي سبعة وعشرين سبعة وعشرين سين أس أربعة تقسيم سين احنا حكينا انه لما نقسم نفس العدد ومرفوع للأس إيش بنسوي؟ بنطرح الأسس هنا عندي سين أس واحد هنا عندي سين أس أربعة سين أس أربعة تقسيم سين أس واحد بيساوي سين أس أربعة ناقص واحد لو بيساوي سين تكعي ناقص اثنين سين تقسيم اثنين سين بيطلع عندي واحد إذن هذا هو المقدار اللي بيطلع عندي لاحظوا أنه اثنين سين حضلها زي ما هي وهذا عندي عبارة عن فرق بين مكعبين لأنه 27 سين تكعيب عبارة عن 3 سين لكل تكعيب إذن بنحلل الفرق ما بين مكعبين 3 سين ناقص 1 ألف تربية له عبارة عن 9 سين تربية زائد ألف في با له عبارة عن 3 سين زائد ألف أو با تربية له عبارة عن 1 فهيكا أنا بكون حللت الفرق ما بين مكعبين طبعا إذا أنتم مش عارفين القانون تبع تحويل الفرق بين مكعبين لازم ترجعوا لشرح الدريس اللي شرحناها بالهيكا وتطلعوا عليه عشان تفهموا نيجي الآن لسؤال 6 بيقول لي عندي ألف باجي مثلث متساوي الأضلع طول ضلعه 8 سانتي يعني أطوال أضلعه كلها 8 8 8 بيقول لي أنزل العمود ألف دال على القاعدة باجيم يعني من ألف لباجيم أنزلنا عمود طول العمود قديش أنا هذا اللي بديه يعني بدي طول العمود طيب أنا بعرف أنه من خصائص المثلث متساوي الأضلع لما نزل العمود على القاعدة العمود هذا رح ينصف القاعدة يعني الطول هنا عندي رح يكون أربعة وهنا رح يكون أربعة أيضا العمود هذا رح يكون متعامد على القاعدة يعني الزاوية بينه وبين القاعدة عبارة عن زاوية قائمة طيب إذا عرفت أنه هذا الطول أربعة وهذا الطول تمانية بقدر أجيب هذا الطول ولا لا عن طريق قاعدة فيه ثغورس بقدر لأنه بعرف أنه نفرض أنه الطول عبارة عن سين بعرف أنه مربع ضلعي القائمة اللي هو سين تربية زائد أربعة إيش حيساوي أربعة تربية حيساوي الوطر تربية اللي هو عبارة عن تمانية تربية طيب زي ما إحنا شايفين سين تربية حتساوي تمانية تربية ناقص أربعة تربية تمانية تربية ناقص أربعة تربية قداش بيطلع عندي حيساوي تمانية وأربعين إذن سين حيساوي جذر التمانية وأربعين اللي هو تقريبا سبعة سبعة إلا شوية زي ما إحنا بنعرف فبالتالي هيك قدرنا نجيب طول الضلع النازل أو العمود النازل على القاعدة فبالتالي عن طريق قاعدة فيثاغورس قدرنا نجيب طول الضلع سيم أصدقائي العزاء هيك بنكون نتهينا من شرحنا لليوم بتمنى تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في القناة إذا أنتم مش مشتركين وتفعلوا جرس التنبيهات أيضا بتمنى تشاركوا الفيديو لأكبر عدد ممكن ولجميع أصدقائكو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي اللي حابب يدعم القناة احنا فعلنا ميزة الباتريون فكافة التفاصيل اللي بتقدروا تدعموا فيها القناة موجودة في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تطلعوا على الروابط اللي موجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيدكو كثير في الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ترجمة نانسي قنقر